وعشان نتعرف أكتر على الكتب الخاصة بالغناء والموسيقى معنا دلوقتي من خلال الزوم الأستاذة فاطمة أبو الناصر صناعة المحتوى اللي هترشح لنا النهاردة أهم الكتب اللي ممكن نقراها في دنيا الترب والموسيقى أهلا بحضرتك أستاذة فاطمة أهلا بحضرتك أهلا بيكي طبعا قولنا بقى كده أنت على المستوى الشخصي بتحب تقري إيه في كتب الغناء والموسيقى وترشحي إيه لكل المشاهدين اللي بيحبوا يقروا يقرأ في نفس المواضيع أو عن نفس المواضيع إذا كان عن قبار الموسيقيين إذا كان عن المطربين إذا كان عن التاريخ الموسيقي بشكل عام في الكتب اللي بتتكلم عن الموسيقى والمغنيين وكده فهيبقى أحسن كتاب يبدأوا يقرأوا به هو سحر المغنى ده كتاب يعني بيتكلم على المغنيين زمان والتاريخ متاحهم والخناقات اللي كانوا بيعملوها أصلا مين كان عنده سراع مع مين والصعبات اللي كانت عندهم ده الأستاذ محب جميل في كتاب تاني لو هم عايزين بقى يتعرفوا أكتر على تاريخ أصلا الطرب وإزاي بدأ وإزاي يتطور والسراعات اللي كانت بتحصل في الطرب عامة كتاب اسمه طرب زمان ده لدكتور عزمة نمر الكتاب فعلا جاي بكل المعلومات التاريخية لأي حد هيبقى عايز يعرفها من بداية من الزجل لغاية تاريخ العزف ذات نفسه وتارى بالمشايخ وكان تأثيره عامل ازاي والأزهر وتأثيره عامل ازاي أصلا على الغنى بس اللي خلى أصلا الكتاب ده يكون مهم فعلا هو أنه كان حوطت جزء معين في الكتاب بيتكلم فيه عن المهمشين زمان في الغنى هل النوع ده من الكتب ليه اقبال او عليه اقبال شديد من القراءة هو الزوء العام دلوقتي متجه اكتر ناحية الروايات بس ده ما يمنعش ان الكتب اللي من النوعية دي بيكون لها الناس المختصين فيها الناس اللي بيحبوها وممكن نقول انه هي منتشرة بس منتشرة على مستوى صغير شوائع مين من الشخصيات الغنائية اللي شايفة ان احنا محتاجين نكتب عنهم اكتر او مش واخدين حقهم في كل الكتب اللي اتكتبت عن الفنانين والمطربين وتاريخ الموسيقى المصرقية ممكن نقول شافيا احمد انا قريت عنها في سحر المغنى وحسيت ان لا هي محتاجة محتاجة كتاب لوحدها والله شافيا احمد مين تاني ممكن برضو محمد انديل طبعا طبعا محمد انديل كان من المطربين اللي ليهم بصمة كبيرة جدا وماخدوش حقهم فعلا حتى على مستوى الكتاب انا بشكرك صناعة المحتوى فاطمة ابو الناصر نورتينة مرسي